وقع النازحين واللاجئين المتدهور في الشرق الأوسط بلغ أسوأ مراحله عام 2023 بهذه العبارة لخصت منظمات حقوقية خلال اجتماع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التدعيات الكارثية التي يعيشها الفارون من الحروب والأنظمة الاستبدادية في المنطقة المنظمات الحقوقية تطرقت إلى أحوال النازحين واللاجئين في دول عدة من بينها العراق الذي وصفت فيه الواقع الإنساني لأكثر من مليون ومئتي ألف نازح بالقاتم إذ يفتقر مئات آلاف المهجرين لوثائقهم المدنية وهو ما يحرمهم من أبسط حقوقهم كالتنقل أو التعليم كما ويواجه النازحون خطر العودة القسرية لمناطقهم على الرغم من المخاطر المحتقة والبيئة غير المناسبة بينما لا يزال اليمن يعيش أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم موسطى استمرار القيود المستمرة على وصول المساعدات الإنسانية من قبل ميليشيا الحوثي وتهديد أمن عمال الإغاثة في بلد سيحتاج فيه نحو 22 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي بحسب تقدير المنظمات الحقوقية أما أوضاع السوريين في عام 2023 فلا تقل مأسوية عن الأعوام السابقة بل على العكس تماماً إذ تسبب الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد شهر شباط الماضي في أزمة مركبة وخسائر بشرية فادحة ودمار واسع النطاق وستمتد آثاره إلى الأجيال المقبلة نفق منظمات حقوقية ومع استمرار الصراع في المنطقة تدق المنظمات الحقوقية ناقوس الخطر وتحذر من موجات نزوح ولجوء أكبر في وقت لا يتاح لكل النازحين خيار العودة الطوعية أو الاندماج المحلية وسط تضاءل فرص إعادة التوطين إذ تتبع الدول الغربية إجراءات لجوء أكثر تقييداً وسط استمرار عمليات الترحيل إلى بلدان يواجه العائدون إليها سلسلة واسعة من التحديات والانتهاكات التي تشمل خطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القصري والنزوح الثانوي